بجأة تحيلك من جديد دكات نايمان شاوي كل مشاهدة متابعة قناة الاهلي في كل مكان فوز مهم السوبرا الافريقي في دولة بطولات النادي الاهلي خمس بطولات في جعبة موسمان الشناوي سهل يا شناوي تكون حارس مرمى لكن صعب تكون الشناوي ده اللي بيقوله جمهور النادي الاهلي بابريك لك يا شناوي على خياتك الرائعة كالعادة أدائك المميز شدك لعبة النادي الاهلي مبروك بطولة جديدة موسم استثناءة عشان ناوي بدي حصل فيه على بطولات كديدة جدا بس كل ده يرجع للمجهود الكبير والصبر والأداية حابب تقولي لكل اللعيبة على فوز بالسوبرا الافريقي أخيات طبعا مبروك للجمهور اللي موجودة النهاردة طبعا بقول لهم انتوا جدوا سندون انتوا رقم واحد بالنسبانا والف مبروك للعيبة الرجالة ديت طول عمرهم رجالة بيبقى في المواقف السعبة بيبانوا على طول عمرهم رجالة في كذا موقف كذا موقف تحطينا فيه اللعيبة ديت يعني بنات موقفهم في المواقف السعبة لا طبعا المجهود بتاع اللعيبة كلها مش بتاع عشان ناوي ولا ايمن ولا سعد ولا وليد ف我们 entre 올wang جديدة اللعيبة الكبار هنا اخواتهم موجودين احنا على طول من 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 سندهم احنا اخواتهم احنا اللعيبة بالكبار بتبقى بالنسبة اللعيبة اللي موجودة كلها احنا منفهم البنيا مشت زيא منفهم الجمهوري بيعايز ايه document بتبقى عايزة ايه اسستم اللي احنا ماشين عليه احنا على طول بنتكلم في كده على طول واللعيب انا انا اللوان مش لوحدي انا معايا كبادين فرق اكبار ايمن وسعد ورامي ووليد والناس كلها ومعايا لعيب اكبار سولية وهاني والحمدي اللعيب كلها بصراحة اللعيب كلها بتحب بعض اللعيب كلها قلب على قلب واحد احنا قعدنا مع اسكر طويل اي حد يبقى زهان واحنا كنا زهائين بس احنا عارفين البطولة دي بتفرح بقالها سبع عسنين غايبة عن النادي واحنا الحمد لله جبناها والربع علينا الحمد لله نفكر في اللي جاي عندنا سوبر مصري وعندنا دوري دي نفكر في اللي جاي وعندنا افريقيا ان شاء الله ربنا يكرمنا اللعيبة دي بتعمل تاريخ لنفسها وهم على طول عارفين كده عايزين اعملوا تاريخ لنفسهم دي حاجة كويسة هم فاهمين الكلام ده كويس مفيش اي حد هنا اعلى من حد احنا كلنا زي كلنا واحد كلنا بنعمل الوجبات اللي لدينا كل واحد عارف زره كويس اي حد بيشيلي الفرقة شينيو بيشيلي الفرقة الدفينس كله بيشيلي الفرقة الدفاع الدفنتارات الناس اللي قدام احنا كلنا مجموعة واحدة احنا فرقة جماعية مش فرقة فردية احنا فرقة جماعية دي حاجة احنا عالطول نتكلم فيها وطبعا أي مجهود بيجي 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 على الفرة كلها وأي فرحة بيجي الفرة كلها بيقولوا الناد الأهل اللي خاد البطولة ولا بيقولوا شنية ولا بيقولوا سعد ولا بيقولوا أيمن ولا بيقولوا أحد بيقولوا الكرة الناد الأهلي بس أنا عايز أشكر من هنا عايز أشكر عايز أشكر عايز أشكر من هنا اللاعبة الكبيرة اللي معايا الكابتن أيمن أشرف كابتن سعد الكابتن وليد الكابتن رامي هاني الكابتن فرة كلها اللي موجودون السلية ناس كلها كبيرة اللي مابودة مرواً محسن اللي غيب عندنا بقول له ترجع ألف سلام إن شاء الله بقول له ألف مبروك على البطولة بقول للناس كلها اللي حتى في مصر بقول لهم وكريم ندفيد ومحمد محمود بقول لهم ألف مبروك مش عازاً ساحات لنسل اللي معانا اللي تعبت بقول لهم ألف مبروك بقول له جمهوروا أنتو بنزمانا رقم واحد وإحنا على طول بنقدر نحقق حاجة على طول نفرحك وأنتو الحقيق وتفرحك ومنشوفكو في الملعب ونفرح والعاية وقلاب تفرح وإنتو موابودون في الملعب دي حاجة بنزمانة بتبقى كبيرة جداً وطبعاً مبارك للإدارة على رأيس الكابتن محمود الخطيب راجل على طول مساندنا أخي بيرلينا على طول ورانا يا راجل موجود معانا الكابتن موجود معانا من مواش سانداونز الغات هنا يعني سفريها كبيرة جداً وقعدنا يوم كامل في الطيارة وهو معانا مساندنا دي حاجة كبيرة جداً الحمد لله ألف ألف مبروك بقول لي لعيب أنتو رجالة وبشكركم بشكركم 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 أنت ألف رجالة وننركز في اللجانة إن شاء الله شكراً شكراً بنشكر أكيدش لشناه عارس مارمان نادي القليل وانتخبنا الوطن ينفوز مهم جداً